استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا استمر قرابة العشر ساعات لمناقشة عدد من الموضوعات الطريقة الداخلية والخارجية ذات الأولوية لدى المواطن المصري وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زيد كان على رأس الموضوعات التي تناولها الاجتماع القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن منقشات الحوار الوطني وذلك من أجل التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها وفي هذا الشأن أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم مساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية مشددا على أهمية وضرورة استمرار الاستفاف الشعبي والسياسي حول إقادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة